السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا أولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا جماعة الخير جديد لكم تجميعة للي يدخل علم البي سي بزي قنوب استخياء للموع مبلغ بسيط جدا تدخل في علم البي سي بسعر جدا جدا بسيط طبعا تجميعة قيمتها 2000 تقريبا 200 شامل الشحن والضريبة والجمرك برضو فيها SSD فجماعة الخير اي احد عنده استفسار يبغى يكلمنا عن تجميع البي سي يبغى يجميع البي سي بغى يطلب البي سي حتى يبغى أخبار عن ألعاب تلقونا في حساب الاستجرام راح حطوا لكم تحت في الديسكريبشن فمعكم باسم من قلتي سوكا ولا تنسى تعطيني لايك سبسكرايب وشير واخليكم مع الفيديو طيب جمعة الخير نبدأ بالتجميع عندنا معنى انتل 3 8100 الانتل 3 8100 طبعا المعالج يعتبر يعتبر بطل على سعره وقيمته تبع 400 و 70 ريال مع الشحن والضريبة وكل حاجة يعتبر سعر i3 جدا رخيص صراحة حلو جدا للي بيبدأ تجميع بي سي وانا اشوف انه يستحق قيمته كبداية وانا انصح دائما اي شخص ما عنده بي سي قابله هذا اول بي سي ياخذ بي سي بقيمة بسيطة عشان ما يندم لو يبيعه لو ما اعجبه بي سي او اشياء هذا فالروح مع اللي بعده عندنا هنا عندنا اللي هو البيني اللي هو الجي فورس او البيني او البي ان واي الجي فورس هذا الجي تي اكس 1060 جماعة الخير في مروحة واحدة طبعا 3 جيجا قيمته ب 670 شامل الضريبة جدا جدا قيمته حلوة ترى مقارنة في الجيجابايت اغلى منه تقريبا 100 ريال فشي رجع لك ولكن هذا قيمته جدا بسيطة يعني مقارنة في الكروت الثانية حتى في التقييم عندنا اثنين من قيمين وخمس نجوم فشي ممتاز لو تشوف عنه بيش مارك يكون افضل لعشان تأكده وترتاح ليطمئن قلبك طيب ننجي بعده هنا جمعة الخير هنا عندنا الماثر بورد من شركة امس اي اللي هي ال H310M هذي افضل ماثر بورد للجيل الثامن اللي معالجة طبعا ما تقبل كسر السرعة زي ال i3 والi5 8400 جدا جدا ممتازة هذي وسعرها زي ما تشوفون بـ 228 ريال شامل الشاحن ترى فشوف جدا ممتازة لكن مشكلتها يجبع فيها مدخلين فقط للرام ومدخل واحد لكرت الشاشة مدخلين فالرام يعني كحد اقصى تضيف لها 32 رام لكن حنا كجيامر نحتاج كحد اقصى راح نحتاج ما يقارب 16 جيجا فقط لكن تجميعاتنا هذة راح يكون فيها 8 جيجا عشان الميزانية جوعة الخير لو تحبتها 16 راح ترتفع ميزانية اكثر وهذه من شركة غايل على ما تسميها أنت وهي الإيفو قيمة 188 جيجا سرعتها 2400 ليست الأفضل وليست الأسوأ لكنها في المتوسط وسعرها جدا حلو كبداية طبعا ليش اخذنا ثنتين ما اخذنا قطعة واحدة دائم ان الرام اللي صار فيه قطعتين فيه النظام اسمه ستتفاعل مع المعالج وخاصة معالجة رايزن بشكل افضل لكن تجميعنا هذة تجميع انتل لكن ما زالنا راح يكون اداة افضل ويمكنك تشوف البنشمارك بنفسك عندنا جوعة الخير هنا عندنا جوعة الخير التخزين عندنا من سي غايت 500 جيجا قيمته 165 انا افضل ان تأخذه محلي لانه بطلعك 165 تقريبا او 171 تيرا لكن الأيام هذه ما ادري ايش المشكلة بالضبط بشكل عام مرتفعة لكن قيمة 165 يعتبر ليس غالي لكن افضل ان تأخذ محلي لانك ستأخذ 1 تيرا او تزيد 10 ريال تقريبا لانك ستأخذ لانك ستأخذ 1 تيرا لانك ستأخذ من برونز اديشن 450 واط معروفة جوعة الخير شركة من افضل الشركات وانك ستأخذ تأخذ 1 تيرا تأخذ 1 تيرا وكما تحتاج وكما تحتاج وكما تحتاج وكما تحتاج وكما تستخدمها لو تطور كرتك لـ 1070 وكما تطور لـ 1060 تطورك لـ 1070 كرتك لا يوجد أي مشاكل تغير المعالج لا يوجد أي مشاكل الان لديك شيء بسيط من التغيير في الجهاز هنا لدينا SSD من شركة PNY 120 جيجا تثبت عليه النظام لكي يكون الـ PC سريع نأخذ SSD لكي يساعد الضعف في الـ PC وإن شاء الله أنه يحل لك بعض مشاكل أو يحل لك مشاكل كثير طبعا التجميع هذه هل هي موجهة لـ 4K؟ لا هل هي موجهة لـ 120 فريم Full HD؟ لا هي موجهة طبعا جماعة الخير للي يلعب فقط كي يجرب عالم الـ PC ويجرب كيف وضع الـ PCات وكيف وضع عالم الـ PC بشكل عام وإذا عجبته العالم يمكن يبيع تجميع هذه تجميع تجميع غيرها لكن هل تجميع هذه قابلة تطوير للأسف تطويرها جدا 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 بسعر سعرها جدا منخفض ونأتي لأخر القطع لدي الجوعة الخير من شركة تجميع تجميع إبريفيا طبعا هذا الكيس 165 ريال شامل الشحن بدون مراوح كما تشاهدون لديه مراوح عادية لا يتكرفك 20 ريال لكن إذا لديك كيس محدد تشتريه لديك محلي وتوفر سعر لكن أعتقد أنه مراوح مميلة لديك مراوح خلفية ويأتي منه البلاك والوايت وطبعا قيمة تجميع هذه جماعة الخير زي ما قلنا في بداية الفيديو 2200 تقريبا 2200 تركب عليها ويندوز مكرك أو تركب عليها ويندوز أصلي ما يكلفك 30 ريال ستطلعك 2230 و250 مع كل شيء مع الشغل ستطلعك 2300 ستطلعك 2300 ريال واصلة عند باب بيتك جماعة الخير هذا التجميع لدينا اليوم ولا بيطول الفيديو زي ما قلناه قصير أتمنى تعضي رأيكم التجميع هذه وإذا أحد عنده تجميع أفضل يلي تحطه تحت في الوصف كان معكم باسم من قاتل سوكا ولا بيطول عليكم المقطع السلام عليكم اشتركوا في القناة